بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم تلمزة الإمام أبو حنيفة أبو يوسف فهو الحقيقة مشهول في فقه حتى أنه فقهه الحقيقة تأثر به ملايين من الناس حتى للآن يدرس فقه أبو يوسف في مدرسة أبو حنيفة والحقيقة عندما زاره الإمام أبو حنيفة في مرضه إن يموت هذا الغلام فقد مات أعلى مؤهل الأرض الحقيقة نحن أهم موقف عظيم جدا جدا حقيقة أبو يوسف في مرضه وكان قاضيا أطلق عليه لفظ قاضي الدنيا لأن في الدول العباسية جعل قاضيا المشرق والغرب والمغرب من شدة علمه وفقه وفهمه على عميق الإسلام في مرضه الشديد الذي مات فيه كان عنده قاضي يسمى إبراهيم يزوره في هذه المرة كان المرض شديد جدا عليه حتى أن هذا كان مرض الموت يعني هو كان يغمى عليه لأنه قريب من الموت ماذا فعل أبو يوسف هذا العالم الجليل العظيم الذي يفهم الإسلام فهما عميقا ماذا حدث أغمي عليه في مرض الموت وفجأ فاق أبو يوسف فقال القاضي إبراهيم قال يا إبراهيم ما هو الأولى للحاج عند رمي الجمار أيرمي وهو ماشيا أم يرمي وهو جالسا فقال له القاضي إبراهيم يعني هذا ليس وقته يعني أنت في مرض الموت وأنت الآن استيقظت من غيبوبة الموت فكيف تشغل نفسك بهذه الأمور الفقهية هذا ليس وقتها فقال أبو يوسف هنا بقى الوقفة العظيمة قال هذه فتوى لعل ينقو بها إنسان يعني يوجد كلام عظيم جدا يعني يوم القيامة عندما توضع موازين العبد حسناتي في كفة وسيئتي في كفة ربما حسنة واحدة تدخل العبد الجنة لما ترجح حسنة كفة الحسنات ولو سياء واحدة ممكن تدخلوا النار فبقول له لعل هذه الفتوى ينقو بها إنسان يعني ممكن حسنة تدخل إنسان الجنة وتنجيه من النار إبراهيم يعني أفتاه قال له أن يحج وهو ماشيا قال لا فضحك قاضي إبراهيم فقال له يعني أن يرمي الجمار وهو ماشيا فقال لا فقال يرميها وهو راكبا قال لا قال يعني هذه لا وهذه لا تبقل أنت قال إذا كان بعد رمي الجمار دعاء فالأولى أن يكون ماشيا حتى يتيسر له وقت للدعاء أكثر لأن في أيام الحج الحقيقة الدعاء ده غالي جدا ودعاء مستجاب فالذي يرمي الجمار إذا كان هناك دعاء بعد رمي الجمار يبقى الأولى أن يكون ماشيا حتى يكون عنده وقت أكثر للدعاء فيأخذ السواب الأكثر أما إذا كان بعد رمي الجمار لا يوجد دعاء فالأولى أن يكون راكبا والحقيقة عند رمي الجمار في المرة الأولى والثانية يدعو أما في المرة الثالثة فلا يدعو فسبحان الله يعني شوف انشغاله بالفقه حتى في اللحظات الأخيرة من موته ثم قال القاضي إبراهيم ثم تركته وذهبت وعند الباب سمعت صرخة أنه قد مات سبحان الله يعني ده يعتبر حسن الخاتمة آخر عهده القاضي والإمام العظيم أبو يوسف آخر عهده بالدنيا هذه الفاتوة هيستفيد بها الناس وما زال الناس يستفيدوا بهذه الفاتوة فإذا كان حريصا على وقته والحقيقة الدرس المهم في ذلك أن النساء يكون حريصا على حسن الخاتمة الأهم حاجة حسن الخاتمة على فكرة أن حسن الخاتمة دي من عطايا الله سبحانه وتعالى للصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله قال وكيف ذلك يا رسول الله قال يوفقه لأعمل صالح سوما يتوفى عليه والإنسان اللي بيحصن مع الله سبحانه وتعالى مدار حياته فربنا بيحصن خاتمته شوف ترى هذا الإمام يعني آخر عهده بالدنيا قبل الموت بلحظات يفتي للناس حتى يتعلم الناس العلم فالإنسان يتعلم أن يخلص نيته الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله عز وجل أن يحصن خاتمته وأن يعلم أن الوقت الوقت شيء سامين جدا في حياة الإنسان لا يضيع حضرا بل ينبقي أن يستغل الوقت في خدمة نفسه وخدمة الناس